اشتركوا في القناة بلاشت الأسبوع الماضي تحكي عنها الموضوع 48 لليوم شو مرأ على لبنان يعني الحديث هلأ بيتمحور حول الوضع بالجنوب أكيد تحية لأهل الجنوب تحية للي عم يسقطوا شهداء بوجه هذا العدو الطاغي يعني بالوقت الحاضر ولكن هذا مش جديد نحن من 48 عامل عيني مع العدو الصهيوني يلي عينه عطول على لبنان أو عين العدو الصهيوني على دول الجوار من 48 هلأ ليه اليوم عملنا حلقة جمعة الماضي وحلقة اليوم مع أنه في أحداث أخرى بالعالم كان فينا تطرق لا مثل المناظرة بين بايدن وقرام الشهيرة هلأ الشهيرة هلأ اللي بنحكي عنها كمان بس نحن بنكمل اللي بلشنا جمعة الماضي وبخاصة أنه الوضع بالجنوب بعد هو الأولوية بالنسبة إلنا نحن الجنوب شقفة منا شو بصير على الجنوب بسر علينا لو تلت رباع البلد عيش حياة طبيعية ولكن عم نحزن على اللي عم بصير بالجنوب لأنه جنوب اليوم اليوم من 9 تشهر لليوم عم يتدمر لو التغطية كمان العالمية ضعيفة ولكن تقريبا بمساحة 5 كيلومتر بعيد عن الحدود الليبنانية الإسرائيلية للجنوب عم يتدمر وعدد الشهداء أو عدد الإطلاء اكتار والسماح للتغطية العالمية كمان الأعلام مش مؤثر الأعلام مش مؤثر بالعكس والأعلامية بخاطروا بحياتهم ولكن السماح كأنه عم نخلي هذه المنطقة أنه بعيدة عن الأعلامتها ببين شو عم بصير هلأ قلنا جمعة الماضية تنعيد بشكل عام شو قلنا حتى ما نفصلون عن بعض بـ 48 الجيش اللبناني ربح بمعركة الملكية وسلم الملكية والكرة الصبع للجيش الإنقاذ العربية اللي هن بعدين خسروها عشنا 20 سنة تقريبا فترة استقرار الفترة اللي كان باللبنان ازدهار ونشاط وفن ومهرجانات وتطور علمي وسقافي واستشفائي وصحي كنا بعهد ازدهار يعني بين 48 و 68 وقت صار بال69 انتفاقية القاهرة رجعنا بلشنا ننزل نزول ورجعنا نفوت بمواجهات مع اسرائيل بسبب وجود الفلسطينية على الأرض اللبنانية بسبب هيمنة السلاح الفلسطيني على لبنان بآخر الستينيات ومنتصف السبعينيات هون شفنا ثلاثة هجومات تنختصرون على لبنان بـ 68 و 72 بـ 68 ردا على اعتداء مطار أتنا بـ 72 ردا على اعتداء مطار اللود يعني هو مطار بن جوريون اليوم وردا على اعتداء مدينة الرياضية بميونيخ أو الأولمبية بميونيخ اعتداءات فلسطينية هاو ثلاثة وجيش الأحمر الياباني ردوا علينا الإسرائيلي الرد دائما يكون باللبنان 100% التهمة اللبنانية أنه هن حضنين الفلسطينيين هيده مثلا اعتداء اللي ردوا علينا الفلسطينية الإسرائيلية على اعتداءاتنا بتفجير 13 طيارة بمطار بيروت هيا عم نحكي هون بـ 68 ونقسم الشارع اللبناني كمان حكينا فيها جمعات الماضية بين لا ما عم نرد لا جيش اللبناني ساكت لا جيش اللبناني ما واجه لا الكوة الأمنية الرسمية ما عم بتواجه الأعتداء الإسرائيلي نقسم الشارع اللبناني إسمان وكأنه عم ننزر باندلاع حرب أهلية اللي ندلعت بالـ 78 بـ 75 هلأ شو صار هون إسرائيل بده يصير في شرق بلبنان ما بيهم الازدهار اللبناني السوري نفس الشي أكيد بغض النظر عن مين عدو أكتر كيب ينظر الأعداء أكتر الأعداء أكتر والجوار كمان ما بيحبنا أبدا من كل المايلات في عدو 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 الفلسطيني الفلسطيني اللي عم يعمل عمليات إرهبية أو في نسمية أعمال مقاومة ما بيهموا كمان يكون في ازدهار يعني الفلسطيني اللي قاعدة عنا بلبنان وعم يعمل عمليات ضد إسرائيل إن كان على الحدود أو بالعالم ما بيهموا لبنان يكون مزدهر وكان يقول لشو أنتو عم ترقصوا وتهيصوا بهرجينات بعلبك ونحن أرضنا محتلة طعوا الضامنوا معنا هيدا الرأس والفحش والطق الحنك هيدا عم نحكي قامتا بالستانيات والسبعينيات هيدا أنا ما بتعميني إن شاء الله يروح لبنان وإن شاء الله هالنظام يندسر وينقصم أنا آخر همي أنا بيهمني يكون في مقاومة ضد إسرائيل مشان هيك وقتا كان يردوا على لبنان ويعملوا اغتيالات باللبنان كان الفلسطيني مبسوط بدوا أرضه ترجع له أوكي بس إذا ما رجعت له يمكن همه لبنان يسقط يمكن همه مش يمكن ياخد لبنان وطن بديل أو ياخد شعف من لبنان يمكن الجنوب يمكن بيروت الغربية وصولنا للشوف وصولنا للحدود ياخد شعف لقلو ما بيهموا لبنان متحد وقوي مشان هيك صار في عنا ثلاث ضربات على لبنان فإذاً 68 و72 بعملية الكوماندوس اللي راح فيها ثلاثة معروفة كتير اتنكروا وفاتوا عملوا قتلوا ثلاثة إيادات فلسطينية بالدفن اللي كان فيه 250 ألف شخص كلهم يساريين فلسطينيين وقوة يسارية لبنانية مؤيدة للسلاح الفلسطيني كانت اللهجة كتير عالية تجاه القوة إن كانت دولة يعني إيام سلمان الفرنجية أو الجيش أو القوة المسيحية يلي هون بلشت تتدرب خوفاً من السلاح الفلسطيني لوصلنا للـ 78 أول اشتياح فعلي كمان يعني عم ننتقل من حلقة الماضي لها أول اشتياح فعلي بالـ 78 على لبنان يعني أصف دبابات جيش دخول إلى المناطق اللبنانية اشتياح سبع تيام هاي 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 الخريطة كمان عرضناها الاشتياح الإسرائيلي بالـ 78 وصل لحدود 10 كيلومتر وسموها وقتها لحملة الليطاني هاي أول حملة هاي فعلي وصلوا للليطاني وحتى تخطوا الليطاني إلى 15 كيلومتر هون كمان بدأ نشير لشغلة أنه كان فيه مقاومة لبنانية عم بتقاوم هذا الاشتياح فيه فلسطينة ولكن فيه مقاومة لبنانية من مين مشكلة؟ من الأحزاب اليسارية اللي قلت عنا ومن الأبناء الضياء يعني اللي عنده جفة اللي عنده فرد اللي عنده فراعة يطلع يواجه الإسرائيلي ولكن الاشتياح الأكبر تاني الأكبر هو بـ 82 بس نانيته نفس الهدف بـ 78 ما قدروا قدوا عن مقاومة الفلسطينية بـ 82 صار فيه مناوشات دخلت السعودية لضغط أو الضغط على الأفريقا وقف الاعتداءات بين لبنان وإسرائيل الضغط على الفلسطينية الضغط على الإسرائيلية ادخل الملك بحد ذاته للسعودة ولكن ردت الفعل الإسرائيلي والفلسطيني والمصر حتى كان يتمنى مطمئن شو يعني؟ نينتوا المرضي بالوساطة نعم أنه أنا عم بعملكم وساطة تنرويق الهدود تنخفف الوطقة الاعتداءات المتبادلة وما بقى الفلسطيني يضرب على المدنية وما بقى إسرائيل تقتل مدنية من هون أو تعمل عمليات لقتل كيادة فلسطينية ما رجحت الوساطة هون بيّنت أنه كل شيء تتفق عليه بـ 78 بين الرويق الحدود والنفوس ما زبطت بيّنت أنه في حرب جاية مشان هاك إسرائيل قررت تضرب المكاومة الفلسطينية نهائيا خلاص يا قتل يا مقتول ما بقى بدي فلسطيني على حدود اللبنانية متل ما عملوا الأردنية بقيلول الأسود سنة السبعين إذا لبنان ما بدوا يعمل هاك مع أنه احنا بحرب ما بدوا يعمل الدولة مقصومة لبنان مقصوم حرب مشتعلة بين اللبنانية إسلام ومسيحيين تنكون صراحة عم نحكي وكان الشارع المسلم بخاصة السنة مؤيدة الفلسطينية إلى أقصى الحدود بعدين عمل بالتسعين عمل غير وعمل جلدة حساب أنه لا أنا زدت بالروحة مع الفلسطينية إلى أقصى الحدود مهم فإذا بـ 82 قرر الإسرائيل يقضي على المقاومة الفلسطينية لو بدي احتال بيروت وهيضا اللي صار هونيك أخذت سبعة أيام بـ 78 وما أقدر أضع لها هون لا بدي أقضي على المقاومة الفلسطينية واشتاح الجنوب واشتاح الجبل ووصل لبيروت ووصل على المنطقة الغربية حصرة وعلى المنطقة الشرقية وعمل عرض واستقبلوا أكيد هون بالمنطقة لأنه أخذوا نفس نحن معرضين كنا للسلاح الفلسطيني كان خطر على وجودنا وللا احتلال السورة يعني السورة من بعد ما فات إذا بدك حسيتك بدك توقف بدنا ناخد أي منكمل بعد الوقف نتابع هيرتج انت كولتشر مع بروفيسور عماد مراد عم نحكي عن الحروب الإسرائيلية على لبنان وأسبابها كمان يعني موضوع نقاش طبعا طبعا كل الحروب الإسرائيلية على لبنان بعدها لليوم بينعمل عنا كتب ومقالات أسبابها ونتيجها شو السبب وشو النتيج مين ربح بعدنا لليوم يعني تصورت حرب 78 وحرب 82 بعدها لليوم بيطلع عنا كتب ومقالات مين ربح مثلا على سبيل المثال من ذلك سألتين عن أسباب هل اجتياح 82 بدون يؤضع على المؤومة الفلسطينية ولكن دايما إسرائيل تنطر سبب يعني مش أنه هيك قيادين وما في هجوم ما في زريعة وبتهجم قلنا في هجمات فلسطينية على إسرائيل وفي اعتداءات ولكن في سبب مباشر اغتيال أو محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي بلندن ب82 شلومي أرغوف شلومي أرغوف كان هجموا على ثلاث فلسطيني مسلحين أوصوا براسه بظهره وما مات عجوبة يعني ما بعرف كيف عنه في رصاصة براسه عملية هلأ صار عنده إعاقة ولكن ما مات وهذا شخصية مهمة بالديبلوماسية الإسرائيلية بالعالم أو صوت لت فلسطينية بتقوم إسرائيل وما قالوا علاقة اللبنانية فيها ما قالوا علاقة وهجموا على لبنان احتلوا الجنوب وبيروت طي يضربوا المقاومة ولكن الزريعة كانت اعتداء على السفير الإسرائيلي بلندن تهمت حركة أبو نيدال أبو نيدال اللي شوية كبير بالعمر كانت تقريبا كيف كل يوم نسمع بحركة فتح وياسر عرفات كنا نسمع بحركة أبو نيدال اللي نشقت عن حركة فتح عن ياسر عرفات نشقت عنه عملية إرهبية توصل لألف عملية إرهبية من لبنان لأوروبا لدول عربية ضد كل مين بعارض الفكر الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية أبو نيدال على فوق هاي بين هلالين ابن شخص سري جدا عادة إحنا المقاومين بشكل عام شو مناخد عنهم فكرة المقاوم هو شخص فقير مظلوم تعبين ما معهم أهلوا يأكلوا اضطر يعمل هالمقاومة مأهور مأهور هاي بشكل عام يعني أكيد فيه بيعمل هالردة الفعل هالردة الفعل فيه ناس أغنيا وفيه ناس مثقفين متعلمين عندهم دور مثلا غسان كنفاني أو كنفاني شخص أديب ومفكر وعالم فلسطيني كان مقاوم قتلته إسرائيل ببيروت بانفجار ببيروت فأزعن أبو نيدال إكسبسيون يعني من المقاومين يعني بيه كان من أسر أسرية فلسطين وإسرائيل والعالم العربي يعني عنده بكل منطقة أصر مش النبات عنده بكل منطقة أصر بلبنان بفلسطين بمصر بتركيا مجوز 13 مرة يعني مرة وعنده 25 26 ولد أبو نيدال بيناتون يلي انشاء عن حركة فتح وعملها العملية الكبيرة مش بإيده بس أفراد من قبل منظمته عملوا عملية لندن محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي دفعنا تمالا نحن بس هل يترى هالسبب المباشر اللي عم تسألين عنه هو السبب الأساسي لا القضاء على المقاومة الفلسطينية هو السبب الأساسي لأشتياح لبنان وصولا إلى بيروت وحاصروا بيروت الغربية وصار الأصف عم بدمروها لبيروت الغربية يعني مطرح ما موجود الموجود الإيادات الفلسطينية والمسلحين الفلسطينيين هون ادخلت أمريكا وأمريكا قد دعم لأسرائيل لأقصر حدود وعد فكرة بيوقفوا عننا شحنة أسلحة بخففوا الدعم لا ما واضح بوابخوة مؤخرا أصلا كمان كتير واضح قدي هلأ بايدن بيقول أنه أنا لازم الحوار ومالحوار وبيبعث سلاح وبيبعث سلاح المدمر وبيبعث اتنين طون هلأ عم يبعث زي في صوريخ اتنين طون مدمرة يعني بقى وقت أمريكا قلت لأسرائيل وقف الاعتداء على بيروت رح بالمفاوضات رح نجلي المقاومين أو المسلحين أو الإرهبيين كل واحد من طريقته بيسميها عن لبنان وهذا اللي صار هلأ بها الفترة كان عندنا أحداث داخلية انتخاب الشيخ بشير اغتيال الشيخ بشير مجازر صبرة وشتيرة كلهم قلوا علاقة بهذا الاجتياح ولكن انتخاب الشيخ بشير هون كان عندنا أمل كتير كبير بإيقامة دولة ليه لأنه كتار من أكتريت المسيحيين يعني أكتر من 90% من المسيحيين باستثناء المسيحيين اليساريين ما بدون الشيخ بشير بس 90% ل95% من المسيحيين مع الشيخ بشير ونسبة كبيرة كتير كبيرة من المسلمين مع الشيخ بشير يلي بدون الدولة ويلي اكتشفوا أنه السلاح الفلسطيني هو ضد الدولة ويلي اكتشفوا كمان أنه السوري هدفه يضم لبنان لسوريا لا محبة بالمسيحية إجابة ولا بس طي يضرب فلسطينية هون موجودين ولا لأنه اتفق مع الإسرائيلي والأمريكان يفوت هاي السبب الفوته ولكن السوري حلمه يضم لبنان إلى سوريا وإذا مش يضبه خربته فإذا كله نهاو تصاروا قامتاً بـ 2 مليون ورح كمان للك شغلة ما بتتداول بالإعلام يعني الكل عنده أطماع والكل استفاد من الولايات كله عم استفاد لو بتعرفي مين مستفيد كمان يلي حرد أبو نضال يعمل عملية الإغتيال بلندن للسفير الإسرائيلي شلومه هو صدام حسين شو دخل صدام حسين تصوره بالسفير الإسرائيلي بلندن ولا بده يعمل هالعملية هاي دي لأنه البعث العراقي يكره البعث السوري بكرهه بعض صدام حسين يكره يكره حافظ الأسد كره أعمى يعني تصوره ناعدتهم عندهم أهداف قومية عربية بكرهه بعض لدرجة القتل شو فكر صدام حسين إذن أبو نيضال بيعمل هالعملية بلندن إسرائيل بتنتقم من الفلسطينية بتفوت على لبنان بتضرب الجيش السوري بنفس الوقت يعني العراقي صدام حسين عمل هالعملية حتى يحرد الإسرائيل يفوت على لبنان وهذا اللي صار ويدرب الفلسطينة ويدرب السوري وهيكذا اللي صار ضرب السوري ولكن تركه بالبقاع ما ضربوا على الآخر لأنه مثل ما أنا بالبداية بالسبعين فيه موافقة إسرائيلية لدخول الجيش السوري إلى لبنان يعني كارت بلونش فوتوا انتوا ضربوا يعني حروب من أطراف بعيدة بهال بهالبقعة بهالبقعة صغيرة يلي كانت ناجحة وهدفهم نحن فرق عاملة يعني مية بالمية هلأ بعد تم إجلاء الفلسطينية وزعوهم بالعالم العربي أكتر شي على راحوا على تونس وزعوهم بالعالم العربي بالألافة هنكتار كتير وبقيت عيالهم هون مع أنه تعهدوا الأمريكان أنه إذا فللتوا الفلسطينية المدنية الفلسطينية بيسلموا ولكن صارت صبرة الشتيلة أكيد برعاية إسرائيلية مباشرة يعني هلأ ريئة الأحوال على الحدود هون ظهر حزب الله حزب الله بدعم إيراني أو بفكرة إيرانية ولاية الفقية يلي هي جعل بدون دولة إسلامية كبرى لبنان يكون شقفة منها خلق حزب الله وبلش يتطور إسرائيل هون افتكرت أنه الحدود ارتاحت ببقى في فلسطينية المقاومة اللبنانية ضعيفة بما أنه وعملنا حزام أمنة وعننا جيش لبنان الجنوب بإيادة أول شي ساعد حداد برجع بعدين عن طوان لاحد كان يقوله جيش لاحد ارتحنا بس بهالوقت حزب الله عم يكبر 82 83 85 شو فكرت إسرائيل أنه هذا الحزب لو عم ينشأ ما هلأ الشيعة بيقطلوا بعض وقطلوا بعض والإسلام بيقطلوا بعض كمان قطلوا بعض يعني الشيعة مع السنة الشيعة مع الدروز السنة مع الدروز كانوا عم بيقطلوا بعض والمسيحية قطلوا بعض كمان والإسلام والمسيحية عم بيقطلوا بعض إسرائيل قدت لك خلوا يقطلوا بعض أنا مرتاحة يطلع حزب اسمه حزب الله لو هدفه إيراني ودولة إسلامية يطلع ما فرقني معي بالعكس أنا بيفيدني لأن بيقطلوا بعض اللبنانية بس بفترة 10 سنين تقريبا أو 11 سنين من 82 إلى 93 قوي كتير وبلش ترجعت المناوشات على الحدود وتشبه أيام الفلسطينية صار عنا حملة 1993 1993 للقضاء على المقاومة الشيعية أو المقاومة حزب الله ما قدروا مع حركة أمان ما قدروا ضربوا كمان سبعة أيام وانسحبوا ولكن ما قدروا القضاء على المقاومة حزب الله صار في اتفاق شفاه أنه ما منتعرض للمدنيين بال96 الشهيرة عن نقيض الغضب يلي منتذكر مننا مجزر مجزر تقانا الشهيرة كمان فاتر الإسرائيلية ضربوا قتلوا هاي أكتر شيء كانت روح أصف البنى التحتية المراكز الرئيسية دمروا نسبة كتير كبيرة من اللبنان ولكن كمان طلعنا باتفاقية نسان عدم الاعتداء على المدنية يعني يا حزب الله وقفوا أصف على المستوطنات الإسرائيلية بشمال إسرائيل وهي توبيد مجزر تقانا بمركز الأمم المتحدة وقتها كان نهار أسود بتاريخ لبنان يعني الشيء كان بيبك كمان بالستة وتسعين ما قدرت إسرائيل تقضي على حزب الله لو ما كان صر له زمان ولو ما كان كتير قوي ولكن ما قدرت تقضي عليه هلأ في ناس مثل ما قلتلك في ناس بتحلل أنه أصدر ما بتقضي عليه تيحميل حدودها تحليل أو ما قدرت تقضي عليه كمان تحليل عسكرية هاي دي بتبين بعدين في ناس من هالطرف بقيدها في ناس من هالطرف بقيدها الفكرة ولكن عسكريا ما قدرت إسرائيل تقضي على سلاح حزب الله يلي عميز عجلة حدودها وعم يضل يضرب الإسرائيلة وجيش لبنان أجنوبة أو لحد تحتى هون بعد الانسحاب السوري من لبنان جينا إلى 2006 هاي الضربة الكبيرة يعني بعد عناقيد الغضب بالستة وتسعين اجت حرب تموز حرب تموز يعني هي الأكبر بهالحروب الخمسة يعني ثمانة وسبعين اتنين وثمانين تلاتة وتسعين ستة وتسعين 2006 لأنها تعتبر حرب شاملة من بعد ما نسحبوا بالألفين تحت ضغط ضربات المقاومة الإسلامية يعني نسحبوا وهن بيعترفوا أنه نسحبوا ولكن تيحوا محدودهم ونسحب كمان وهرب جيش لبنان الجنوبي يلي نسبة كتير كبيرة منه شيعة مش أنه مثل ما فكروا كثير أنه لو اسموا جيش لحد بس هن بمعظمهم الشيعة وأهالي الجنوب مستفيدين كانوا من القوات الدولية اللي اجت بـ 78 اليونيفل مستفيدين من جيش لبنان الجنوب لأن فيه مصاري دايما الأحزاب المدعومة من الخارج دايما دايما بيكون معا كتير مصاري بس كانوا مقطعين عن الدولة يعني كمان طبعا هني أصلا ضباط بالجيش كانوا تنالتهم والدولة اللبنانية وقفتلوا مع عشاتهم بعدين ما اعتبرتهم منهم ولكن مدعومين من الإسرائيلية يعني فيه مصاري يعني أمريكا بتدعم إسرائيل وإسرائيل تدعم جيش لبنان الجنوب بس كمان لو بدنا نحكي كمان دايما نحن عم نحكي علميا المناطق الحدودية بهالفترة بخاصة المسيحية كمان عيشت نوعا من الهدوء يعني هاي دي هالمناطق المسيحية هناك إن كانت مارونية أو كاتوليكية أو أرثودوكسية كانت دايما تحس حالة بخطر إن كان من إسرائيل أو من الفلسطينية أو من الأفكار الإسلامية المتطرفة كانت دايما هي بدت بتفكر بالحكم الزيتة شو بتعمل فإذا وصلنا للألفان وستة يلي هي أقوى حرب بين هالحروب الخمسة بالألفان وستة اشتياح إسرائيلي بده يقضي على حزب الله ما في مجال أنه أنا تلاتة وتسعين فشلت بالستة وتسعين فشلت كان هيدا الهدف بده بالألفان وستة تكون ضربة قاضية أكيد بدعم غربي وهون كانت الزريعة أنه خطف عدد من الجنود وقتل غيرهم لماذا ما كملوا بالألفان وستة بالألفان وستة بعد شهر بعد ثلاثة وثلاثين يوم يعني شهر وثلاثة أيام كانت معارك ضارية حققت إسرائيل بعد النجاحات على الأرض ولكن الهدف الرئيسي ما قدروا يضربوا حزب الله وهون هذا السؤال يلي بينطرع يعني حضرتك عم تقليلي عنه أنه وبعدين بعدين أنه نحن هل ربحت إسرائيل هل ضعفة حزب الله هل حزب الله ربح يعني كلها علامة استفان بعدها لليوم من 18 سنة الهجوم الإسرائيلي طي يضرب حزب الله ويقضي عليه مثل ما عمل بالفلسطيني ب82 إذا بكتخذيها بس بهالنقطة الإسرائيلي خسر وربح حزب الله وهي ضغري مين قالها ب14 ضغري وليد جنبلاط هنى لحزب الله وبركله بالانتصار قبل ما نشوف الخسائر وقبل ما نشوف الدولة اللبنانية إذا ربح وقبل ما نشوف الشعب اللبناني إذا ربي ولكن ضغري وتوالت التهاني من العالم العربي ومن الداخل اللبناني ولكن في تحاليل أخرى وبينت لليوم بعد قرار 1701 بموافقة حزب الله والدولة اللبنانية 1701 بنص على انسحاب حزب الله من الجنوب جنوب الليطاني لما بعد الليطاني هيدا هزيمة لحزب الله دخول الجيش اللبناني ب15 ألف عسكري على جنوب الليطاني هزيمة لحزب الله عودة اليونيفر بقوته ب15 ألف وهيدا قريب من إسرائيل ما كملت لأنه اعتبرت أنه حققت أهداف ما هي يعني هلأ كله ما أعمل لك في نظرتين وجهت نظر عودة اليونيفر اللي كانوا سحبوا 15 ألف شخص من الأمم المتحدة من كوات الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان هيدا انتصار لإسرائيل يعني عم قل لك وجهتان النظر أنا يعتبر هزيمة لحزب الله واليوم اكتر عم بي الصحفيين والمحللين والمفكرين والسياسيين عم بيقولوا ما زال حزب الله ما بده لألف وسبعمائة وواحد يعني هذا ضده يعني بالألفين وستة قبل بشي ضده يعني خسران بعد عنا دقيقة اليوم شو نطرين نحن تعرفي أكيد السؤال كتير صعب وحتى أنه من يومين مثلا عم بلعب تنس أنا وشخص مهندس من باتكماد عم قل له بدي أحكي عن الحلقة عن الحروب الإسرائيلية قال ينطور شوي بتحكي بفرد مرة عن الحرب اللي جاية الناس بتوقع عنه يصير حرب الناس بتوقع بيصير حرب مثلت هذه الأراءة الدولية متناقضة جدا 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 ولكن لماذا علميا طرفي الحرب يعني إسرائيل وحزب الله ما بده لنحرب ما بده لنحرب شيملي هلأ في حرب في لبنان ولكن بعده ضمن كواعد اللعبة أو كواعد الاشتباك بعده ضمن خمسة كيلومتر من هون خمسة كيلومتر من هون أتيل من هون أتيل من هون خمسة من هون دمرنا بناية وقعنا جسر كله ضمن كواعد اللعبة. الطرفين ما بدوا حرب. إسرائيل لحد الساعة ما بدا حرب. وأميركا عم تضغط على ما تعمل حرب شاملة قصدي. ما بدا إسرائيل ما بدا حرب. تمنى غالي تعرف قوة حزب الله بتعرف أنه اللبنانية رح يترجعوا وتكتلوا إذا فصار حرب شاملة. عكس هلأ من قسمين. وبتعرف أنه عدد الإطلاع رح يفوق لقبل مثلا ب82 ألف أتيل. 1200 أتيل إسرائيل. اليوم رح يكون أكتر. بال2006 ما كان أكتر. ما كان أكتر. حزب الله بالمقابل. حزب الله ما بده حرب. لنكون كمان وقعيين. حزب الله منه هو الهاجم كمعرك التحرير. هيا قصدي منه الهاجم. يعني مش هو ركض يحرر مزارع شبعة أو الغجر. مش ركض. هو عم بيساند غزة. يعني ما بده حرب. يعني وقت تخلص حرب غزة بيقولك أنا خلص دوري. يعني منه عم يعمل معرك التحرير. تاني شي. عم بيشوف شو صار بغزة. ما انه هاي اللي عم يصير. وبيعلم يتذكر شو صار بال2006. وياللي وقت السيد حسن نصر الله قال. لو كنت أعلم ما كنت أعلم. يعني برعيك احتمال الله حرب أكتر من احتمال الحرب. طرفين ما بده الحرب لحديث الساعة. بس المستجدات ما بنعرف شو بصير. ما بنعرف إذا بصير في سبب مباشر آخر. ولكن إن شاء الله يا رب ما يصير في حرب. نحن لبنان أبدا ما بهموا يكون في حرب. حيزة انت كالتشر اشتركوا في القناة